متجدد مشاهدين الأعزاء ومستمعين الأفاضل بتجدد انطلاقاتنا في هذا الصباح الجميل في هذه المنافسات الرائعة على أرضية هذا الميدان عاصمة ميادنا السباقات الهجم ميدان الوثبة هنا في هذا التحدي الجميل والمنافسات الرائعة ينطلق شوطنا العاشر والذي خصص الإبكار من فئة المهجنات الأصيل نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين أبدأ مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط لأتابع المقدمة هناك مع أخير لراشد بن سرداح بن عبيد الاكتبية على المركز الأول بينما المركز الثاني هذه أيضا جرعة لعبد الله بن محمد بن مخيط المحرمي بينما المركز الثالث وصلت هنا غاية عبد الله بن راشد بن مصبح الساعدي بينما المركز الرابع رابع المراكز هناك مع الشايبة عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي بينما المركز الخامس وصلت هناك وصلت على المركز الخامس في هذه اللحظات هي من والسيف بن مصبح بن مطار الخيلي وسادس المراكز مع هقوس هيل بن سليم بالأسود العامري بينما الوصول الآخر هناك من راهية عبيد بن سالمين بن كردوس العامري والوصول القادم هنا في هذه اللحظات وصلت فيه روان سعيد بن منانا بن اغدير الاكتب يصل مع روان ويقدمها بهذا المسلوى الجميل من خلال وجود هذه التحديات وصلت أيضا شان علي بن مخيط بن محمد المنهالي على المركز السابع وثامن المراكز الحق ذياب بن سعيد بن حامر البرطماني هنا يصل في هذه اللحظات شعار جميل وأداء يحمله هذا الشعار من منافسات وقوة وتحدي متعبة متعبة قادمة أيضا لمحمد الرجل وخلبان المنصوري وعاشر هناك معه وقداء الواصلة في هذه اللحظات لسيف بن محسن بن مسرية الهاملي هكذا هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى هنا في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق ولكن لا بد من العودة إلى خيره اللي على المركز الأول راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبية يتقدم الأسماء ويتحرك مع الشعارات المتقدمة في هذا الشوطة من متعة وأداء من قوة وإرادة من تحدينا وتحقيق للأمال والطموحات هذه خيرة تتقدم بهذه الأداء وبهذا المستوى خيرة 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 والخيرة فيما أختارها الله هذه خيرة على المركز الأول لراشد بن سرداح بن عبيد الاكتبية والمركز الثانية تصل وتتقدم هنا هنا الشايبة لعبد الله بن محمد بن حمد الدرعية المركز الثالث الشرطة زعل بن علي بن زعل المنصورية هنا قدوم أيضا وتحدي مميز للغاية من المركز الرابع تصل روكدا للقادمة لسيف بن محسن بن مسر الهاملي وخامس المراكز مع من وسيف بن مصبح في المطار الأخي ليسلام يسلام المركز السادس السادس المراكز مع اندفاعة المركز السادس من الحقل ذياب بن سعيد بن عمر البرطماني يصل ويتحرك بينما القدوم الآخر هناك من جود سعد بن سالب بن علي الفيد المري يصل مع جود يصل مع جود والقادمة هناك مع المركز الثامن في هذه اللحظات تصل فيه جرعة لعبد الله بن محمد بن خيث المحرمي وتاسع المراكز مع غاية عبد الله بن راشد المصبح الساعدية وعاشرا هنا في وصول جميل من العالمية محمد بن سليمان بن سالم العطوي يصل مع العالمية ولكني بعود ولكني بعود إلى المركز الأول إلى الصدار إلى القيادة إلى الريادة إلى الإبداع إلى الإبداع إلى هناك خيرة خيرة تقود المسيرة وتنطلق هنا بهذا الانطلاق المميز لتكون البطل لتكون المتوجة حتى هذه اللحظات يقدمها راشد بن سرداح بن عبيد أهل اكتب يا روح يا بن سرداح نحو النجاح نحو النجاح ونحو الكفاح ونحو الصلاح ونحو الإبداع الكبير هذه أخيرة التي على المركز الأول ترك الطرب ترك الطرب بإبداعاتها ما شاء الله وتبارك الله هذه أخيرة تتقدم المسيرة ولكن الوصول وصلت جود لسعد بن سالم بن علي الفيد المري بنوعية 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 يا بن حويل يا بن حويل يا بن حويل بالمركز الثاني بن سرداح بالمركز الأول بالأوامر الطفيفة بالأوامر الخفيفة بالأوامر الخفيفة هذا هو بن سرداح مع أخيرة مع أخيرة مع خيرة تبدع وتمتع تنطلقي انطلاق مميز مع سن اللقاية مع سن اللقاية أدت التحاية إلى مالكها إلى مالك خيرة راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبية سلوم خيرة سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار دهانينا لمالك خيرة راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبية المركز الثاني جودة لسعد بن سالة بن علي الفيد المري المركز الثالث كانت حاضرة هي من واسيب المصبح من مطلخيلي المركز الرابع كانت حاضرة بالمركز الرابع هي الحق لذياب بن سعيد بن عامر البرطماني والمركز الخامس كانت مع المركز الخامس هواية لحمد بن احمد بن محمد بوعوانة المنصوري إذن متابعين الكرام نحود بالتوقيت الزمني سبع دقائق ستة وعشرين ثانية وجزئين من الثانية كانت خيرة لراشد بن سرداح بن عبيد الاكتبية من أدت هذا الأداء الكبير والجميل تهنين وناموس جودة وصلت بالمركز الثاني لسعد بن سالة بن علي الفيد المري توقيت الزمني سبع دقائق سبع وعشرين ثانية خمسة أجزائي من الثانية تهنين والناموس أما المركز الثالث كانت حاضرة بهذا الأداء منوى سيف المصبح من مطر الخيري توقيت الزمني سبع دقائق تسعة وعشرين ثانية وجزءاً واحداً من الثانية تهنين والناموس لجميع التأذين